اشتركوا في القناة حيث هي لا تصدر نسبة كبيرة من الاشعاعات والترددات بالمعدل الذي يمكن ان يؤثر بشكل سلمي على صحة الانسان وعلى الرغم من وجود دراسات اخرى تقول عكس ذلك تبقى مسألة تأثير الهواتف الدكية على صحة الانسان قيد نتائج الابحاث المستمرة التي يسعى من خلالها العلماء الى اعطاء نتائج نهائية لهذا الامر وبالطبع يمكنك العودة الى الفيديوهات المتعلقة بهذا الامر من خلال الروابط الموجودة اسفل هذا الفيديو في الوصف لكن في دراسة اخرى قام بها موقع استطيستا الامريكي والمتخصص في الابحاث السوقية توصل مي خلالها الى مجموعة من البيانات التي حصل عليها من المكتب الاتحاد الالماني للحماية من الاشعاع والذي يمتلك بدوره قاعدة بيانات شاملة للهواتف الدكية ومستوى الاشعاع الذي ينبعث من كل منها ووفقا لهذه البيانات هناك مجموعة من الهواتف المتداولة بين الناس والتي ينبعث منها اعلى نسبة من الاشعاعات مقارنة بالهواتف الاخرى وكما تشاهدون في هذه القائمة يتصدر هاتف وانبليز فايف تي كاكثر الهواتف اصدارا للاشعاعات بنسبة تصل الى 1.68 يليه في ذلك هاتف هواوي ميت ناين بنسبة تصل الى 1.64 ثم يأتي في المرتبة الثالثة هاتف نوكيالو 1630 بنسبة 1.51 القائمة تضمنت ايضا كل من هواتف الصوني وبلاك بيري وكذلك بعض الاصدارات من هواتف الايفون كهاتف ايفون 7 وايفون 7 بلاس وكذلك هاتف ايفون 8 والملاحظ ان هذه القائمة لم تحتوي على هواتف السامسونج والتي تعتبر من بين اكثر الهواتف ببيعا في العالم وكذلك الاكثر استخداما واذا افترضنا اردا ان الاشعاعات الصادرة من الهواتف الذكية مديرة بالصحة فان هواتف السامسونج حسب هذه القائمة هي الاقل ضررا لكن كما تم الاشارة اليه من قبل فان الهواتف الذكية حسب رأي الخبراء المتخصصين وبناء على مجموعة من الدراسات المعتمدة لا تؤثر اشعاعتها بشكل سلبي على صحة الانسان لكن من باب الوقاية والاحتياط انصحكم باستخدام الهواتف الاقل لاصدارا للاشعاعات خصوصا عندما يتعلق الامر بالاطفال او بوضع الهاتف بجانبك اثناء النوم فهل انت مقتلع بان الهواتف الذكية يعضو لصحة الانسان ام تعتقد ان الامر مجرد مبالغات تحتاج الى التأكد منها عن طريق التجارب العلمية اجبنا برأيك في التعليقات اسفل هذا الفيديو شكرا لكم على المشاهدة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة مجهول معلوماتي اشتركوا في القناة